السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السابع الأساسي في مدار السبط الله الأساسية اليوم إن شاء الله يا سابع رح نبلش بشرح الدرس الأخير من وحدة التحويلات الهندسية وهو بعنوان الدوران طبعا هذا الدرس يمثل الدرس الرابع من هذه الوحدة والدوران مثل ما بيخطر على بالك لما بنحكي كلمة الدوران يا سابع معناته أن هذا الجسم أو هذا الشكل أو هذه النقطة أو هذه القطعة المستقيمة رح تدور أو تلف في طريقة معينة حول نقطة ثابتة إذن الدوران هو عبارة عن تحويل هندسي يدور شكلا ما حول نقطة ثابتة دون أن يغير من قياسات الشكل من حيث الأطوال والزوايا لأنه حكينا إحنا في وحدة التحويلات الهندسية أنه دائما التحويلات الهندسية تحافظ على قياسات الشكل من حيث طوال الأطوال ومن حيث الزوايا نرمز الدوران يا سابع بالرمز دال واو إذن الدوران يرمز له بالرمز دال واو يتألف الدوران يا سابع من ثلاثة عناصر أساسية أول عنصر موجود عندي في الدوران هو عبارة عن مركز الدوران حالما بدك أنت تدور شكل معين لازم يكون في عنده مركز يدور حوله هذا الجسم أو هذا الشكل أو هذه النقطة هذا المركز نطلق علي النقطة الثابتة وهو يسمى أيضا بمركز الدوران لأنه إحنا رح نتحدث عن دوران حول قطعة أو شكل هندسي معناته رح يكون دائما مركز الدوران عندي يساوي نقطة الأصل التي إحداثياتها صفر صفر العنصر الثاني اتجاه الدوران ويقسم اتجاه الدوران إلى اتجاه مع أقارب الساعة واتجاه عكس أقارب الساعة والمطلوب مننا في هذا الدرس فقط أن يكون اتجاه الدوران عكس أقارب الساعة العنصر الثالث من عناصر الدوران هي عبارة عن زاوية الدوران بمعنى هي الزاوية التي يدور حولها هذا الشكل ضمن عندها نقطة دوران ثابتة وهي نقطة الأصل واتجاه عكس عقارب الساعة تم تقسيم يسابع زوايا الدوران إلى أربع زوايا رئيسية طبعاً إحنا رح نمثل هذه الزوايا الأربع الرئيسية من خلال المستوى البياني إحنا بنعرف أنه إذا تقاطع المحور العامودي مع المحور الأفقي اللي هو محور السينات الأفقي مع المحور العامودي الصادي رح يتقاطع في نقطة واحدة اسميناها نقطة الأصل اللي هي هاي منطقة التقاطع الآن لاحظ هذا العامودي قطع الأفقي معناته تشكل عندي منطقاته أربع زوايا كل زاوية قياسة تسعين درجة هلأ قسم هذا المحور العامودي هذا الشكل إلى أربعة أقسام كل قسم أطلقنا عليه ربع زي ما بتتذكروا اللي أخذناه بالصف السادس الآن لو إيجينا على هذا الربع الأول لاحظ أنه الزاوية فيه قائمة تسعين درجة الربع الثاني برضو الزاوية تسعين الربع الثالث برضو تسعين الربع الرابع تسعين إذا جمعت هاي الزوايا حول نقطة واحدة بيطلع كلها مجموحة ثلاثمائة وستين درجة وبناء عليه تم تقسيم زوايا الدوران إلى أربعة زوايا رئيسية أولا زاوية الدوران تسعين درجة وهي تمثل ربع دورة يعني هذا الربع الأول هذا الربع الأول قياس الزاوي فيه يساوي تسعين درجة إذا أخذت نصف دورة معناته أخذت الربع هذا والربع هذا الربعين هذول تسعين وتسعين إذا أعطاني مئة وثمانين درجة إذا أخذت ثلاث أربع الدورة معناته أخذت الربع الأول والثاني والثالث تسعين 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 إذا أعطاني زاوية قياسة ميتين وسبعين درجة إذا أخذت الأربعات الأرباع معناته تسعين وتسعين 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 تمثل دورة كاملة قياسة 360 درجة ولاحظ يا أسابع أنه إحنا اللي حكينا إتجاه الدوران بيكون بعكس عقارب الساعة عشان هيك إحنا مشينا بطريقة عكس عقارب الساعة في ذكر أرباع هذا المستوى البياني وتحديد زوايا يمثل زاوية 90 درجة الربع الثاني 180 درجة الربع الثالث 270 درجة الربع الرابع 360 درجة لذلك تم وضع قواعد دوران خاصة حول هذه الزوايا الأربعة وهي على النحو التالي الدوران عند زاوية 90 درجة حكينا طالما الدوران عند 90 درجة وهو يمثل تحويل هندسي أولا بكتب اختصار الدوران دال واو 90 درجة للنقطة سين صاد الآن في دوران 90 درجة دائما بتغير موقع سين وصاد في الزوج المرتب لأنها هذه الزاوية بتتأثر في تحويل هندسي قاعدتها سالب صاد إذن رح يتغير الموقع حيحطينا أسهم للتأكيد على أهمية تبديل موقع سين وصاد رح تكون سالب صاد فاصل الصين الدوران عند 180 درجة دال واو لزاوي 180 درجة للنقطة سين صاد التحويل الهندسي إلها لما بتتأثر بتحويل هندسي باخذ معكوس سين وصاد بتظل إحداثيات سين وصاد كما هي مش زي التسعين التسعين بتبدل موقع سين وصاد لكن صاد بتأخذ إشارة سالبة الدوران عند 180 سين صاد بتحافظ على موقعها لكن يا سابع بتأخذ معكوس إشارة سين وصاد الدوران عند 270 درجة برضو عند 270 درجة سين وصاد يتم التبديل بين موقع إحداثي النقطة سين وصاد صاد بتنزل زي ما هي لكن سين تبقى إشارتها سالبة ومنلاحظ أنه دوران التسعين ودوران الميتان وسبعين بيكونوا بعكس بعض يعني الميتان وسبعين دائماً عكس دوران التسعين الصاد بتكون موجبة في دوران الميتان وسبعين أو تبقى كما هي لكن سين باخذ معكوس إشارتها الدوران عند زاوية 360 درجة أنه الدوران لا 360 درجة للنقطة سين صاد هي أن تبقى النقطة سين صاد كما هي ليش؟ لأنه أنا لما بدور دورة كاملة لما بدور دورة كاملة معناته على نقطة الانطلاق من هون لما بدور بدي أرجع على منطقة البداية اللي انطلقت منها معناته أنا دورت دورة كاملة معناته أنا بظن محافظة على إحداثيات النقطة سين وصاد كما هي الآن خلينا يا سابع نشوف كيف رح نجري عملية التطبيق على قواعد زوايا الدوران اللي حكينا عنها الآن أنا عندي المثال التالي جت صورة النقطة سالب 2-5 تحتها تأثير دوران مركز ونقطة الأصل باتجاه عكس عقارب الساعة بزاوية قياسها طالب أولا الزاوية 90 درجة دائما وأبدا يا سابع عند إجراء عملية الحال لازم أولا تكتب قاعدة الدوران للزاوية 90 درجة للنقطة سين صاد اتذكر 90 درجة لازم أبدل موقع سين وصاد لأنها تأثرت بتحويل هندس هي إشارة تستهم اللي يدور على التحويل الهندسي دا تصير سالب صاد سين تبقى كما هي الآن أنا عندي النقطة هي سالب 2-5 هاي النقطة تأثرت بتحويل هندسي عند زاوية الدوران 90 درجة هاي سين هاي صاد هلا الخمسة بدها تيجي محل سين وسين دا تروح محل صاد حسب القاعدة هلا خمسة موجبة هون سالب دا تصير سالب 5 سين بتضل زي ما هي بتنزل سالب 2 نيجي الآن على زاوية 180 درجة إذن حكينا بنكتب أولا قاعدة الدوران دوران 180 درجة للنقطة سين صاد هي عبارة عن سالب سين سالب صاد وحكينا بتضل الإحداثيات كما هي يعني ما بتغير موقعها لما بتتأثر هاي النقطة سالب وسالب بدها تصير موجة خمسة موجة بدها تصير سالب 5 إحداثيات النقطة 270 لما بتتأثر هاي النقطة سالب 2 خمسة عند زاوية دوران 270 درجة حكينا أولا لازم أبدل بدها تصير عندي صاد فاصلة سالب سين سين تتأثر هون عندي بالتغير أنا عندي سالب 2 خمسة هاي سين هاي صاد حكينا نبدل موقع سين وصاد إذن صورتها بعد الدوران عند زاوية قياسة 270 درجة صاد خمسة تبقى كما هي سين هون سالب هون سالب تصير موجة بخمسة 2 الآن زاوية الدوران ل360 درجة دوران 360 درجة للنقطة سين صاد هي عبارة عن سين صاد إذن تبقى إحداثيات النقطة كما هي هاي هالنقطة سالب 2 خمسة بتضل كما هي عند دوران دوران دورة كاملة قياسة 360 درجة نيجي الآن على مثال رقم 2 مثال رقم 2 أنا عندي قطعة مستقيمة لام ميم حيث لام 10 ميم 04 بدي أوجد صورة القطعة المستقيمة لام ميم تحت تأثير دوران مركز نقطة الأصل إذن حدد للمركز نقطة الأصل باتجاه عكس عقارب الساعة لأنه كل شغلنا بالدوران في هذا الدرس على عكس عقارب الساعة بزاوية قياسة 180 درجة طالما حدد لزاوية القياس 180 درجة معناته أول خطوة يا سابع بكتب قاعدة الدوران عند 180 درجة لأي نقطة سين صاد هي عبارة عن سالب سين سالب صاد الآن أنا عندي النقطة لام لام هي عبارة عن 1 صفر الآن بدي أطلع صورتها عن زاوية 180 درجة هاي سين صاد سين موجب 1 هون سالب 1 موجب في سالب سالب الصفر لا يحمل إشارة بينزل كما هو نيجي على النقطة ميم ميم صفر أربعة إذن ميم فتحة إحداثياتها سالب سين صفر بتظل صفر لاحظ هون سين صاد بتظل إحداثيات سين وصاد 180 كما هي لكن تتغير إيش إشارتها الصفر لا يحمل إشارة صاد أربعة هون سالب إذن بدي تصير سالب أربعة الآن نقوم بتثبيت النقطة وإحداثياتها على المستوى البياني طبعا أنا هاي عندي هون مستوى بياني جاهز نقوم الآن بتعيين إحداثيات النقطة وصورتها لام كانت عندي واحد صفر هاي واحد سين موجب هاي صفر إذن هون النقطة لام لميم صفر أربعة هاي صفر وهي أربعة إذن ها هنا النقطة ميم لأنه لا يجوز تعيين النقطة اللي بيكون إحداثياتها صفر على نقطة الأصل اللي هي نقطة تقاطع المحورين هاي القطعة المستقيمة الأصلية الآن بدي أطلع صورة دوران هذه القطعة المستقيمة عن زاوي 180 درجة لام فتحة سالب واحد صفر سالب واحد هاي سين وهاي صاد سالب واحد إذن هاي سالب واحد على المحور السيني إذن هون لام فتحة صاد صفر إذن هون صفر والصفر لا يتم تعيينه وإنما الصفر يقوم بزيارة المحاور الأساسية الآن ميم فتحة صفر سالب أربعة هاي صفر وهاي سالب أربعة إذن هون ميم فتحة وبناء عليه بوصل بين لام فتحة وميم فتحة وبحصل يا ساد على صورة القطعة المستقيمة عند دوران 180 درجة الآن لو إجينا أعطينا أيضا إذا كان الدوران عند 270 درجة لما يكون الدوران عند 270 درجة برضو أنا عندي القطعة المستقيمة اللي هي لساتنا عند لام وميم هاي القطعة المستقيمة لام وميم إحداثيات لام كانت 1 صفر إحداثيات ميم كانت 0 4 حلا عشان أطلع أنا دوران هاي القطعة المستقيمة عند النقطة عند زاوية الدوران 270 درجة حكينا والإشي من نكتب دوران 270 درجة للنقطة سين صاد هي عبارة عن بتضل زي ما هي ولكن سين بتصير إشارتها سالبة الآن أنا عندي النقطة لام 1 صفر باجي بحط سهم التحويل هون بدي أبدل الآن ده تصير لام فتحة هاي سين هاي صاد صاد صفر بتضل زي ما هي هون سين موجبة وهون سالب سين إذا بدو يصير عندي الجواب سالب 1 باجي على النقطة ميم إحداثياتها صفر أربعة إذن ميم فتحة بدي أنتبه بدي أبدل بين سين وصاد هاي سين هاي صاد الآن صاد أربعة سين صفر الصفر لا يحمل إشارة إذن تبقى كما هي هون الرقم أربعة عفوا الآن نقوم بعملية التمثيل بيانيا طبعا نرجع على ورقة الرسم البيانية السابع منعين كالعادة القطعة الأصلية الآن النقطة لام كانت إحداثياتها واحد صفر هاي واحد صفر هاي لام النقطة ميم صفر أربعة إذن هون النقطة ميم إذن هيك أنا بكون حصلت على إحداثيات القطعة المستقيمة لام ميم حسب صيغة السؤال الآن تأثرت هاي النقطة بزاوية دوران ميتين وسبعين درجة حول نقطة الأصل أصبحت لام فتحة صفر سالب واحد هاي صفر سالب واحد هو صاد سالب إذن هون لام فتحة ميم فتحة صارت أربعة صفر هاي أربعة سين وهاي صفر صاد إذن هون ميم فتحة بوصل بيناتهم وبحصل على القطعة المستقيمة لام فتحة ميم آخر مثال عنا يا سابع هذا المثال هو عبارة عن شكل هندسي يمثل مثل الآن هذا المثل بدي أنا أطلع صورته تحت تأثير دوران مركز ونقطة الأصل باتجاه عكس عقارب الساعة بزاوية قياسة تسعين درجة خطوات الحل حكينا أولا نكتب قاعدة الدوران لزاوية تسعين درجة للنقطة سين صاد حكينا دوران تسعين معناته تبديل أخذ معكوس إشارة صاد تصير سالب صاد وسين بتنزل كما هي النقطة ألف إحداثيات اثنين واحد الآن بطلع صورتها ألف فتحة هاي سين هاي صاد معناته تصير سالب واحد اثنين بتنزل زي ما هي انتبه ببدل مع مراعات إشارة صاد النقطة كانت اثنين اربعة إحداثيات بفتحة برضو ببدل انتبه سين صاد تصير صاد هي موجب تصير سالب اربعة باخذ معكوسها واتنين بتنزل كما هي النقطة جيم هي عبارة عن خمسة واحد برضو منبدل لأنه حسب قاعدة الدوران لزاوي تسعين درجة جيم فتحة تصير سالب واحد فاصلة خمسة بعد ما طلعت النقطة وصورتها عند ورام قياسه تسعين درجة نقوم بعملية التمثيل بيانيا باستخدام ورقة الرسم البياني نبدأ بتعيين احداثيات المثلث الف با جيم الف اثنين واحد هي اثنين هي واحد هي النقطة الف با اثنين اربعة هي اثنين هي اربعة هي النقطة با جيم خمسة واحد هي خمسة هي واحد هي النقطة جيم برضه نجيب المصدر يا سابع منوصل هذه النقاط للحصول على المثلث الف با جيم الان بدي ارسم انا صورة هذا المثلث معناته باخد صورة النقطة الف كانت سالب واحد اثنين هي سالب واحد هي اثنين اذا هاي النقطة الف فتحة بافتحة سالب اربعة اثنين هي سالب اربعة هي اثنين جيم فتحة سالب واحد خمسة هي سالب واحد هي خمسة جيم فتحة وباجي اوصل بيناتهم وهيك بكون حصلت على صورة المثلث الف باجيم تحتها تأثير دوران عكس عقارب الزاوية مركزه نقطة الاصل عنده زاوية قياسها تسعين وانهينا الوحدة السابعة المسمى بوحدة التحويلات الهندسية ويعطيكم الفيديو